نشرة الظهيرة أهلا بكم هابي أبرز العنوي توافق في المواقف ونتائج عملية يؤكدان نجاح الدورة الثامنة لأشغال اللجنة العليا المشاركة المغربية الموريطانية أثمرت 13 اتفاقية في مجالات عدة أزمة روسيا أوكرانيا موسكو تتوعد بسيدة في شحنات الأسلحة الموجهة لكييف والأخيرة تكشف إحصائيات جديدة عن خسائر الجيش الروسي في تحقيق السبب نصلت الضوء هذا الأسبوع على كيفية اقتراح المشاريع وكيفية تمويلها والمساطر المتبعة في تنفيذها جهة الدار البيضاء ستاتنا متجم حماية القصرات من الزواج المبكر يمر عبر تحصينهن بتعليمهن المسعى لذلك متواصل والتحسيس أبرز آلياتها الصورة في النشرة من زاقورة أهلا بكم جددت التأكيد على التوافق في المواقف بخصوص مختلف القضايا المشاركة منها على الخصوص الدورة الثامنة للجنة العليا المشاركة بين المغربي وموريطانيا والتي رأسها رئيسة حكومتي البلدين أعطت دفعة قوية أخرى للعلاقات المتجدرة بين الرباط وانواكشوت يونس رفيق أشغل الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية الموريطانية توجدت بتوقيع على ثلاث عشرة اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم الاتفاقيات تهمت مجالات الفلاحة والصيد البحري والبيئة والتنمية المستدامة والصحة والتكوين المهني والتعمير والاستثمار والمقاولات نحن كحكومتين نعمل من خلالها من أجل الدفع بهذه عجلة التنمية حتى يتسنى للقطاعين الخاصين من أجل تجسيدها على أرض الواقع وفي حاصلة أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية الموريطانية بالرباط إشادة من الجانب الموريطاني بالجهود المتواصلة التي يبذلها جلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس من أجل الدفاع عن مدينة القدس الشريف وتنويه بالمشاريع الإنسانية والسوسيو الاجتماعية التي تنجزها وكالة بيت مال القدس الشريف وتثمين لدور جلالته في تثبيت دعائم التنمية المستدامة في القارة الإفريقية الجانبان المغربي والموريطاني سجل توافقهما على مستوى التشهر السياسي بشأن مجموعة من القضايا الجهوية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وأساسا القضايا المتعلقة بالفضاء المغاربي والعمل العربي المشترك والقضية الفلسطينية ونزاعات ليبيا واليمن وسوريا إلى جانب منطقة الساحل والسحراء والتنمية في القارة الإفريقية ونجحوا هذه الدورة من أشغال اللجنة العليا المشتركة المغربية الموريطانية يؤكد عليها الطابع العملي الذي ميزها فقد أتمرت 13 اتفاقية ومذكرة تعاون بين البلدين وتهم مجالات الزراعة الإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية والصيد البحري وتربية الأحياء البحرية وحماية البيئة والتنمية المستدامة قطاع السياحة أيضا والصناعة والمجال الصحي والتكوين المهني والتعمير والإسكان والمجال الأمني أيضا وقعت أيضا مذكرة تفاهم بين صندوق الإداء والتدبير بالمملكة وصندوق التنمية والإداء الموريطاني وأيضا اتفاق تعاون بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريطانيين لتعزيز فرص الاستثمار والأعمال بين البلدين في النشرة أيضا الحرب الروسية في أوكرانيا لا تتوقف القصف والشبكات متواصلا في يوم السابع عشر من هذه الحرب وفي خضمها توعدت موسكو باستهداف شحنات الأسلحة الموجهة لكييف فيما كشفت الأخيرة عن إحصائيات جديدة لخسائر الجيش الروسي جليلة بن فتان كييف ومدن أوكرانيا أخرى باتت تبيت وتستفيق على أصوات السواريخ والدبابات التي تقصف بلا هواد كل ما تجده أمامها خاصة بكييف التي أدقت روسيا الخناق حولها في محاولة لفرض حصار عليها وأغلقت مدينة ماريوبول التي بث يعيش آلف السكان فيها في ظروف إنسانية قصية بينما تتحدث حصيلة رسمية عن سقوط 1582 قتلا دفنوا في حفر جمعية فيما يعاني مئات الآلاف من الأشخاص بسبب افتقارهم للمياه والأغذية والتدفئة في ظل عدم سماح القوات الروسية بدخول المساعدة إلى المدينة أوضاع كارتية دفعت القادة الأوروبيين إلى تجديد العقوبات على روسيا إذا كثف بوتين القصف فرض حصارا على كييف وشدد مشاهد الحرب فنحن نعلم أنه سيتعين علينا فرض عقوبات شديدة مرة أخرى الرسالة التي أريد إبلاغكم بها هنا أنه في هذا الإطار لا شيء ممنوع ولا شيء محضور سنفعل كل ما نعتبره فعالا وله تأثير مفيد في إيقاف روسيا لعدوانها هذا من جهة أعلن رئيس الأمريكي جو بايدان استبعاد روسيا من نظام العلاقات التجارية الجاري عبر حرمانها من وضع الدولة الأولى بالرعاية ما يمهد الطريق لزيادة الرسوم الجمركية سنعلن في وقت لاحق مع حلفائنا في حلف شمال الأطلسي ومجموعة الدول السابع والاتحاد الأوروبي سنعلن بشكل مشترك عن عدات إجراءات جديدة للضغط على بوتين وتحميله مسؤولية أكبر عن عدوانه على أوكرانيا أود أن أتطرق إلى بعض النقاط أولا اتخاذ كل دولة خطوات لإزاحة روسيا كدولة مفضلة في التجارة على الأرض دفعت الحرب حتى الآن أكثر من مليوني ونصف المليون أوكراني إلى مغادرة البلاد معظمهم إلى بولندا فيما نزح حوالي مليوني شخص داخل أوكرانيا نفسها بحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وانتوارت أنباؤه بسبب تسييد الأزمة الروسية الأوكرانية المشهد الإعلامي فيروس كورونا لا يزال ينتشر في وقت صادف فيه يوم أمس مرور عامين على إعلان منظمة الصحة العالمية الوضع على أنه جائحة حذرت دول من عودة نشاط العدوى بالفيروس وزير الصحة الألماني حذر من أن بلاده في وضع صحي حرج بسبب ارتفاع عدد الإصابات مشددا على إلزامية التلقيح وفي فرنسا تحدث وزير الصحة عما وصفه بانتعاش الوباء مشددا على ضرورة استمرار الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة في حماية أنفسهم أما في الصين حيث ظهر الوباء للمرة الأولى فقد أمرت السلطات بإغلاق مدينة يصل عدد سكانها إلى 9 ملايين نسمة بعد ارتفاع عدد الإصابات اليومية إلى أعلى مستوى منذ عامين وفي المغرب المؤشرات الوبائية تظهر مستقر حالة وفاة واحدة سجلت أمس فيما عدد الإصابات بلغ 55 إصابة أما بخصوص حملة التلقيح ضد الفيروس فقد أعلنت وزارة الصحة أن المستفيدين من الحقنة الثالثة المعززة يقترب من 6 ملايين شخص وبلغ تحديدا 5 ملايين وتسعمائة وتسعة وأربعين ألف شخص فيما تلقى حقنتين 23 مليون ومئتاني وسبعة وعشرون ألفا هم من بين 24 مليون وسبعمائة وسبعة وستين ألف شخص تلقوا حقنة واحدة على الأقل سير عملية التلقيح الوطنية ضد فيروس كورونا نتابعه نموذجا من قرية ولاد موسى بعمالة سلا في روبرتاج محمد القمط بوتيرة منتظمة تتواصل الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا بجميع المركز المعدة لهذا الغرض على صعيد كافة أنحاء التراب الوطني وهذا المركز التابع للمدرية الجهوية للصحة بجهة الرباط سلا القنيطرة يستمر في استقبال وفود الرغبين في تلقي جرعات اللقاح خاصة الجرعة الثالثة المعززة أنا جيت اليوم دير الثالثة جرعة الثالثة نحمي راسي ونحمي أوليداتي ونحمي العائلة دينا ونحمي المغرب دينا نتسلين دقل جرعة الثالثة لأن الناس يشوفون خايفين لا ليك لا ما كانت شي حاجة وحنا دقينا وحنا بيخي الحمد لله هذا الكيب الثاني الأولى والثاني وده بالثالثة ما درني والو ده ما جيت ندير الثالثة الساعة هذه الأطور الصحية والإدارية بهذا المركز تواصل تجندها في إطار التزام تام بالتدابير الوقائية لتنزيل أهداف الحملة الوطنية للتلقيح الرمية لتحقيق المناعة الجماعية وتجاوز الوضع الوبائي الذي فرضه الفيروس ومتحوراته نحن ما زال مجندين مراكز التلقيح مفتوحة والحمد لله بأطرها الصحية والتقنية وكذلك السلطات المحلية والحمد لله نحن في المنطقة الخضراء عدد الإصابات في تناقص مهم لذلك هذه الفترة المناسبة لتلقي الجرعة الثالثة التزام المواطنين بتلقي جرعات اللقاح وخاصة الجرعة الثالثة المعززة مكن المنظومة الصحية المغربية من الصمود أمام الجائحة وتجاوز الآطار السلبية للوباء في تحقيق سبت نسلط ضو هذا الأسبوع على كيفية اقتراح المشاريع وكيفية تمويلها وأيضا المساطر المتبعة في تنفيذ هذه المشاريع أصورة من جهة دار البيضاء استاتنا موذجا في تحقيق حسن لحمد محطة لمعالجة المياه العادمة بالمنطقة الصناعية سابينو بن نواسر كلف إنجازها 87 مليون درهم مجلس الجهة أحد الأطراف المساهمة رغالي داك مسابقة المشروع باستفاصلة 8 مليون درهم وزارة الصناعة وستمر بما يقارب 47 مليون درهم الجهة ديال الدربيضاء بما يقارب 23 مليون درهم وكلات الحوض المائي باستفاصلة 10 مليون درهم إلى جانب محطة المعالجة هناك ثمانية مشاريع تقدمت بها عملة إقليم النواصر لدى مجلس الجهة إذن ما هي هذه المقترحات المستعجلة اللي كتهم المجالات البيئية المجال ديال البنيات التحتية المجالات اللي كتخص الاقتصاد وهذا المجال الاجتماعي ديال في الإقليم والتي جاءت خصوصا لاستجابة الانتظارات ديال الساكنة من بين المشاريع المقترحة تهيئة المنطقتين الصناعية لبوسكورا وولاد عزوز ومشاريع التزود بالماء الشرو إلى غيرها من المشاريع إذن من يترافع لدى مجلس الجهة على هذه الملفات بسمة جيودي عضوة بالمجلس واحدة من بين ممثل إقليم النواصر المشاريع كانت مشاريع متنوعة نقدر نتكلم على أهم المحاور اللي هما محور النقل والتنقل محور الماء ومحور التنمية الاقتصادية حاولنا بما أمكن أننا نبرمج مشاريع مهيكلة مشاريع مديرة للدخل هذه المقترحات تقدم إلى رئيس الجهة عبدالطيف معزوز لتحال بعد ذلك على اللجان في انتظار المصادقة عليها من قبل المجلس لكن يجب أن تستوفي ثلاثة شروط الشرط الأول هو الجماعة أو العملات التي تقترح المشروع أنها تكون تدير واحد دراسة قبلية باش يكون الجدوادية لذلك المشروع ويكون يستفد منه بالنسبة للساكينة إلى غير ذلك الشرط الثاني هو أن هذا كحامل المشروع أنه يساهم مادياً في المشروع وثالثاً أنه يعبأ شركاء آخرين يعني في تمويل هذا المشروع فهل مجلس الجهة قادر على حل المعضلات الاقتصادية والاجتماعية لهذا المجال الترابي شافق بن كيران الرئيس السابق لجهة الدار البيضاء الكبرى ولا بد أن يكون القطاعات الحكومية شريك في هذه المشروع على سبيل المركب مثلاً انتقى في المسرح الكبير للدار البيضاء الذي تقريب انتقام بـ 1 مليار و 500 ألف مليون درهم كان ولا بد أن يكون فيه شركاء لتمويله فكانت وزارة التقافة، كانت وزارة الداخلية، كانت الجهة، كانت المدينة كين مشاريع التي تمويلهم الجهة لوحدها؟ هذه المشاريع على حسب الميزانية التي تتكلف الجهة يغلب عليها الطابع القروي كما تتخبط في عدة إشكاليات مرتبطة بالتنمية المحلية والصحة والطرق كما يحضر هنا مشكلة التشغيل في أكبر جهة من حيث التعداد السكاني فهل الجهة تتوفر على الإمكانيات اللازمة؟ مشكلة المادية بصراحة لحد الساعة أنا كنقول لك هنا في جهة الطالب دارستات ما زال ما تسترحش عندنا الإمكانيات التي يمكننا نسير بها المشاريع التي هي مقترحة في إطار المشاركة دي الجهة لكن ما دعني المتدخنين الآخرين المساهمين في التركيبة المالية؟ أحيانا يغيب التنصيق بين الفاعلين ما يترتب عن ذلك تعطر بعض المشاريع المهيكلة بالجهة حسن لحمدي معد تحقيق الأسبوع يحضر معنا فيلس سوديو حسن أهلا بك في نهاية هذا التحقيق تحدثت عن تعطر بعض المشاريع في جهة الدار البيضاء الكبرى الجهة الكبرى اقتصاديا وأيضا منحات الكثافة السكانية لماذا هذا التعطر؟ لماذا يعزى؟ ظهر أهم الأسباب الرئيسية في تعطر ومن تم توقف الأشخال تتجلى أساسا في الدراسات التقنية المنجزة من قبل بعض مكاتب الدراسات أو لجنة تقنية فالخبرة تثبت أنها لم تكن في الواقع مجدية أحيانا المشروع تشبه بعض الثغارات نجد مشكلة الوعاء العقاري الذي سيقام فوقه المشروع أي أنه لم تتم تصفيته بالشكل المطلوب فيتم اللجوء إلى القضاء لإيقاف الأشغال كذلك التعطر تتحمل مسؤوليته بعض المقاولات التي لا تحترم دفتر التحملات وذلك باستعمالها مواد في البناء ضعيفة الجودة أو يسجل من جانبها تماطل في إنجاز الأشغال أما العامل الرابع فيتمثل في عدم احترام أحد الأطراف في اتفاقية الشراكة بالمساهمة المالية في المشروع كما التفق عليه حسن كما أشرنا دار البيضاء استاتيا من كبرى الجهات بالمملكة اقتصاديا وكثفة سكانية يعني ما هي أبرز من شغالات المطروحة على مجلس جهتها الحالي وما هي الأليات التي ربما تصخر للاستجابة لحاجيات السكان الحاجيات المتزايدة خلال العقادي مجلس جهة الضلبدة استات في السابع من مارس الجاري بمدينة مسليمان فقد تمت برمجة أربعة وخمسين مشروع تم رصد الثثمارات من قبل الجهة تصل إلى مليار وثلاثم مليون درهم بينما حصة الشركاء تتجاوز المليار ونصف المليار درهم هي مشاريع مستعجلة تقترحها السلطة المحلية والجماعات الترابية يكمن دور الهئة المنتخبة الممثلة في مجلس الجهة في الدفاع عن الملفات المقترحة للمصادقة عليها تتوزع على قطاعات التشغيل والمقاولة والابتكار وإدماج العالم القروي وإحداث البنيات التحتية الطرقية والثقافية والريادية إلى غيرها من المحاول تلبية لحاجية المدن والأقاليم والساكنة كذلك فالجهة تضم اليوم ثمانية أقاليم إلى جانب مدينة الدار البيضاء الكبرى فالمشكلة المادية غير وارد كما جاء على لسان رئيس الجهة للنهوض بهذا المجال الترابي الذي يتوفر اليوم زهرة على كل مقاومات التنمية حسن نحمدي شكرا لك إلى الأسبوع المقبل وملف جديد في تحقيق جديد شكرا لك نظام جديد للرصد واليقظة تعتمده مصالح الأرصاد الجوية النظام يعد تطورا نوعيا في تدبير الحالات الجوية الخطيرة إذ يقدم إنذارات دقيقة على المستوى المحلي بما يتيح للسلطات المعنية اتخاذ التدابير اللازمة والاستباقية للحد من الآثار السلبية للظواهر الجوية المرتقبة سامير بحميدي هو نظام جديد بإمكانه إطلاع السلطات العمومية على مختلف المعلومات اللازمة المتعلقة بالأحوال الجوية من خلال الإخبار المبكر مما يسمح بتأمين التعبئة الفعالة للموارد وإعداد وإدارة الأزمات وكذا باتخاذ القرارات الاستباقية للحد من الآثار السلبية للظواهر الجوية القصوى كذلك تعطينا خارطة لإيقادة التي تعطي مستويات الخطار التي تكون بين الأخضر التي ليس هناك خطار ثم الأصفر أخذ الحضر يعني أن هناك ممكن تكون بعض الظواهر القصوى وكالمستوى البرتقالي لمن يكون خطار بالنسبة للدواهر القصوى كتساقطات المطارية القوية تساقطات الثالجية موجات الحار موجات البرد الولوج إلى هذه المعلومات صار سهلا حيث وضعت المديرية العامة للأرصاد الجوية رهن إشارة المستعملين والفاعلين وسائل تقنية منها تطبيق للهواتف الذكية والموقع الإلكتروني الخاص باليقظة والرسائل القصيرة تساعدنا من المنطق الخريطة الإقليمية إلى المنطق الخريطة الجامعية لأننا لدينا واحد دقة كيلومتر و300 ألف متر وهذا تجعل أنه تتمكن من التفاعل السريه وإعطاء كذلك المعلومات اللازمة للمواطنات والمواطنين وهذا تدخل في إطار الوصول إلى الحق في المعلومة المديرية العامة للأرصاد الجوية وضعت أيضا مخططا استراتيجيا طموحا يسعى إلى جعل المغرب في كامل جاهزيته للحد من آثار المخاطر الطبيعية كما تمت الإشارة إلى أن هذا المخطط يرتكز أساسا على معرفة وتوقع مخاطر الطقس والمناخ وتقديم خدمات تعتمد على الابتكار والتنافسية من أجل اتخاذ القرارات نشرة الظاهرة متواصلة فيها أيضا تحسين القاصرات من الزواج المبكر يمر عبر تعليمهن المسعى لذلك متواصل والتحسيس أبرز آلياته الصورة في النشر من زاقورا وقضايا المرأة زوياها عديدة وطرق والتطرق إليها أيضا فيلم امرأة في الظل يعالج الموضوع برؤية سينمائية يحدثنا عنه منتجه عبد العزيز العلالي في ركن الظاهرة وقبل ذلك لتقليص فترة المواعيد الطبية وفي ظرفية يعيش فيها القطاع الصحي ضغطا كبيرا مصلحة طب العيون بالمستشفى الجامعي بفاس حارصت على الانتقال إلى مناطق نائية بإقليم ميدلت لإجراء مائتي وعشر عمليات لإزالة المياه البيضاء عشرون طبيبا شاركوا في هذه القافلة الطبية الإنسانية عبد سامد الطعام أكثر من مائتي مستفيد من جميع أنحاء إقليم ميدلت همهم هو الشفاء من مرض المياه البيضاء المعروف بجلاله حملة جراحية على مدى يومين بالمستشفى الإقليمي نظمت للغرض طاقم طبي هو مكون من عشرين طبيب لجينا من مستكمل المستشفى الجامعي بفاس معنا طاقم شبه طبي هو مكون تقريبا عشرين ممرض وممرضة من المستشفى الإقليمي ولتقليص المواعيد أمام لائحة الانتظار الطويلة كان لابد من هذه الحملة الطبية ومن شراكة مع عملة الإقليم ومجلسه والمستشفى الجامعي بفاس وجمعية أصدقاء ضعاف البصر الى حد الآن عندنا ستمية حالة الناس الذين ينتظروا لعملية إزالة جلاله من خلال هذي اليومين ما يفوق مئتين وعشر كذب كاننا واحدة ربعمية دي الأشخاص سنضم لهم حمالات في المستقبل إن شاء الله هذي عم باش تدرني هذي العين جيت عندهم هنا يا دوز هذي تلت شهر قال لي حيجين جلاله إن شاء الله وعيطوا عليها جيت ربع سنين باش كانت فيها جلاله وعيطوا للراشيدية وعطوا نورون ديبو شو جاس كورونا فاش مشيس قال لي لا رأطال على الكسكار مرة أخرى وده بعد عود فجاس هذي القافلة الحمد لله وتنظم بالإقليم العديد من الحملات الطبية والجراحية والمستشفيات الميدانية إما لتقليص المواعيد أو لمواجهة عزلة المناطق النائية أكثر من ألف حالة زواج للقاصرات تسجل سنويا بإقليم زاقورا رقم يجعل التحسيس ضرورة ويجعله متواصلا خاصة في جماعة تاغونيت بزاقورا أمس نظمت حملة داخل إحدى التانويات لتحسيس الفلتايات القرويات بالدفاع عن حقوقهم ورفض سلب طفولتهم روبرتاج جنزة بعزيزي الحسن بالعليم لأسباب اقتصادية اجتماعية وعرفية لا يزال زواج القاصرات منتشرا بتاغونيت نواحي زاقورا عنف نفسي يمارس ضد الفتاة القروية حارما إياها من حقها في التعلم وصير خصني نكمل قرأتي خصني نوصل خصني نحقق ذاتي الممنع أنه يتمارس عليه هذك هذك الظاهرة ولا هذك الجريمة إن حق التعبير هي جريمة حقا يعني بشعة هي سلب طفولة فتاة الفتاة اللي ملكت زوجها قاصرة ما كتكونش عارفة مليمة جدا بمتطلبة الزواج وكذلك الشروط دياله ما كتكونش مؤهلة نفسيا بشأنه تتحمل وأن الماكن ديالها السليم هو أنه تتلقى العلم بمؤسسة التعليمية وتبني ذاتها بناء الذات أولا وعدم القبول بالزواج قبل السن القانوني محور حملة تحسيسية في صفوف التلميذات القرويات لقاء احتضنته ثانوية سيد صالح التأهيلية هذا الزواج لأسف شديد السلبيات المترتيبة عندها أكبر بكثير من الإيجابيات نتمنى مستقبلا أن المشرع يدخل ويضع حد لهاد زواج القاصرات حتى ننهض بالوضع للأسرة المغربية حوالي 1200 حالة لزواج القاصرات تسجل سنويا بإقليم زاقورة رقم يدعو إلى مزيد من الترافع لحماية حقوق فتيات في عمر الظهور لمناقشة الموضوع تنضم إلينا مباشرة على الهواء من ورززات السيدة لطيفة العلوي رئيسة الجمعية النسوية للتنبية والتعاون بنواحي زاقورة والتي تشغل على ملفات زواج القاصرات بالمنطقة سيدة العلوي أهلا بك التحسيس هو أبرز السبل التي تعتمدها جمعيات المجتمع المدني للحد من هذه الظاهرة ظاهرة تزويج القاصرات إلى أي حد تعطي هذه الحملات التحسيسية أكلها خصوصا فيما تعلق بالتحسيس بأن التعليم هو طوق نجاة لهؤلاء الفتيات تحياتي لأخت زهرة هذا الوضع الذي نعيشه كل سنة كل سنة نجعل حملات تحسيسية المشرع لا يزال لا أعطينا ذلك الحق الذي يريده لكي هذا القاصر تمنع منعا كليا من هذا الزواج لكي يضيع المجتمع ليس غير الأسرة أو طفلة بل يضع المجتمع كامل وبالأخص هذا الإقليم دينا اللي كتعرفوه ما فيه تشي حاجة دورات دينا هي التحسيس والتوعية باش على الأقل تقبط غير التعليم ديناها ومن بعد نشوف لنا ما عندنا حتشي بديل إلا التعليم إلا التعليم فقط طيب في انتظار ما تطالب به معظم الجمعيات المدافعة عن حقوق النساء وهو مراجعة لمدونة الأسرة فيما يتعلق بهذه النقطة نقطة سن الزواج للفتيات أنتم كمجتمع مدني تواكبنا الفتيات التي يوصفنا غالبا بضحايا الزواج المبكر كيف تتم هذه المواكبة قانونيا ونفسيا؟ أولا قانونيا لا شيء لأن في هذه الفترة التي تمنعت تبوت الزوجية فهذه النساء لا حول لهم ولا قوة يعني الضعف وحالة نفسية لهم لا حول لها ولا قوة بالنسبة للقانون وحالة نفسية لهم وحالة نفسية لهم كلهم ترفضوا لأنه لم يكن أيضا إثبات والدولية وليدة دبرهم عندهم أطفال لا علاقة لهم بالقانون القانون في جهة المدونة والدولة والمجتمع المجتمع في جهة أخرى يعني تنعي ومنوعي وتنعي ومنجري وتنعي مع الأسف ضحايا 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 فهذا الإقليم كنتمنى أن الناس الذين تروني اليوم وبالأخذ السيد وزير العدل يحلنا هذه الأزمة وهذه المشكلة هي قاصر وهذه الزطيف القاصر كيف شبالك ستنعسى هذه الإنسانة كيف شبالك سترتاح كيف شبالك لا يوجد أي شيء هوية أي شيء إثبات باش غادين نفهمهم وباش غادين نشرحوا ليهم وأش من قانون غير يعطيهم الحق مادم تترفض لك المحكامة فينا لمن غير مشيوه أش من باب غنطرقوه طرقت جميع الأبواب طيب يبقى باب لا شيء لا شيء إن قلت إن أبواب المحاكم وأبواب القانون تبقى مغلقة في هذا الجانب ربما تبقى أبواب الجمعيات العاملة في الميدان مفتوحة لمواكبة هؤلاء الطفلات ربما كيف تدعمون هنا نفسيا حملات كي يجيوا عندي الجمعية اللي بغت تعلم صنعات اللي بغت ولكن هذا شيء يا أختي ما كافيش ما كافيش نحن في 22 دابا ونحن في 23 ودائما صوتي هذا هو الصوت ديالي في أممتي يكون شلقة هذا هو النداء ديالي أنا مزعوا فيهم يتدخلوا يعتقوا هذو على الأقل اللي عندهم الفاتحة وعندهم وليدات باش من عمموش إلا اعترفنا بهذوك الأطفال اللي هما غير ديال الشوارع وعندي إحصائيات إلا بغتوها إن شاء الله مرة أخرى نعطيكم إحصائيات ديال الأطفال الغير شرعيين يعني الأطفال ديال الشوارع الفتيات اللي حاملت بدون حتى شيء يعني هذا يتعلق بمشكل إتبات إتبات الزواج الذي لا يخص بالتحديد أو بشكل حصري الفتيات القاصرة بل كل أنواع الزيجات التي تعتمد فقط الفاتحة وما يعرف بالشهود نعم هذو معرفين يعني خاص الدولة تفضلي 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 خاص الدولة تتخلى أن هذو مزوجين ماشي دور الدنب تزوج مساكن للسنة الله ورسوله خسنا أعتقدوك الوليدات أنهم شرعيين أنهم ولاد الحلال ومنعموا موش ونخلطوا ما بين أطفال الشوارع ونخلطوا تهادوا فوالله العظيم إلى يوميا هذوك النساء كيبكيوا وكيقطعوا في القلب وهذا هو الدعم اللي وصلنا لي حتى بالنسبة الميناح اللي عندي ديالتعاون الوطني والشركاء اللي أنا أنديت منهم من 2012 يا أخت زارة كيفاش بغيتيني نوصل هذه النساء بديبلومات وبشواهد أنا حبس علي الأبواب يا أخت زارة حبس علي الأبواب دعم دعم الأول لفتيات العالم القروي ربما هو ضمان تعليمهن حماية لهن ولكل حقوقهن مهنة مهنة بعد ذلك سيدة لطيفة العلوي رئيسة الجمعية النسوية للتنمية والتعاون بنواحي زاقورا شكرا جزيلا لكنت مباشرة معنا من ورزازات شكرا للدفع بقضايا المرأة إلى الواجهة كل السبو المطلوبة ومتاحة الفنية منها أكثر باعتبارها الأقدر على إصال الرسائل وتسليط الأضواء على هذه القضايا بعيدا عن الأضواء إمرأة في الظل دور بطولي لفيلم بهذا العنوان يعرض حاليا في قاعات السينما إمرأة في الظل أخرجه جمال بالمجدوب ويؤدي دور البطولة فيها الفنانة نادية كوندا ويونس بواب وسعيدة بعدي ومحمد خوي إلى جانب فنانين آخرين أحبت بلنا الرجالة ماشي كلهم بحظة بحالة نجربهم بالدل مستيدي كتظر على الرجالة بحالة كتظر على الصباب للحديث عن هذا الفيلم بالتفاصيل أوفة يحضر معنا فيلو السوديو منتج هذا العمل سيد عبد العزيز العلالي أهلاً وسهلاً بك شكراً سيدا 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 شكراً للقناة التانية على الاستضافة مرحبا فيلم امرأة في الضل هو حالياً في القاعات السينمائية كيف استقبله الجمهور في عروضه الأولى كيف كانت الأصداء؟ أولاً نشكر القناة التانية نشكركم على الاستضافة فيلم امرأة في الضل يوم العرض ما قبل الأول الحمد لله كان إقبال كبير ديل الجمهور وهذا الشيء يفرح ويسعد الساحة السينمائية ككل خصوصاً بعد الوقفة بعد جائحة كورونا والحمد لله أن الأمر تستطيع ترجع المجارد لله الطبيعية وإن شاء الله بحول الله كيم إقبال طيب قررتم أن يكون خروج هذا الفيلم في شهر مارس بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي هو الثامن من مارس هل ارتباط موضوع الفيلم بقضايا من قضايا حقوق النساء وما دفعكم لاختيار هذا التاريخ هو فعلاً الفيلم يخص قضية المرأة خصوصاً في شخص سارة التي عانت من مشكلة تجربة فاشلة تزوجها فالصدف جاءت في صالح 8 مارس اليوم العالمي للمرأة لأن الفيلم تصور في 2018 وسلين الصناعة في 2020 وللأسف مع بداية الجائحة إذن هذه المدة الجائحة الكورونا كلها كان نلقاها السينمائية كان كل شيء مغلقة والحمد لله فاشمورة مرجعة الأمور بدأت ترجع المجاري طبيعية يعني يرسعين أن مدام أن الموضوع يخص المرأة قلنا نخليه المارس الذي فيه اليوم العالمي للمرأة والذي من هذا المنبار كان نحيين المرأة المغربية والنساء ككل طيب قدم هذا الفيلم على أنه توليفة بين أفلام الإتارة وأفلام التشويق وبين فيلم المؤلف الذي يراهن أكثر على السيناريو هل النتيجة والمنتوجة النهائية كانت ترجمة فعلية لهذا التصور؟ وهذا المزج؟ تماما لأن الفيلم كما قلت أستاذة زهراء أنه مزج من إتارة من تشويق وفي نفس الوقت من قصة قصة حب وفي نفس الوقت يعني معالجة واحد الموضوع الذي هو يعني كيف يؤثر ماضي الإنسان على حاضر خصوصا الماضي القريب على المستقبل أو على الحاضر فسارة عاشت تجربة فشيلة في الزواج الأول سعيد عاش واحد طفولة قاسية من طرف مرت ابا زوجة الأب الظروف كتجمعهم كتجمعهم واحد قصة الحب ولكن الماضي ديالهم كي أطر فيها الماضي ديال سارة أطر فيها نفسانيا لأنها صبحت مريضة بنفسام الشخصية سعيد القساوة ديال المرتبة جعلته يعني يكن يعني يكن واحد الحقد داخلي ضد المرأة وهذاك الحقد جابش قد يفرروا على سلام نفسي الدقيقة للشخصيات فيلم امرأة في الضل في قصته ارتباط بالجانب السايكولوجي إذن للأبطال والشخصيات فيه تأثر بالماضي في إخفاء للجانب الحقيقي من الشخصية وإظهار جانب آخر يتطلب هذا النوع من الأفلام ربما عمقا في تعامل مع الدور مع الشخصية من طرف الممثل هل نجح الممثلون في هذا الفيلم في رفع هذا التحدي تماما وعلي حسن الحب أن المخرج المبديع السيد جمال المجدوب الذي نشكره بالدور والتأوفاء من هذا المنبر على المجهود الجبار الذي قام به لم نحيط يعني ماشي نقول تعديل ولكن تحسين زيادة واحد البصمة دي المخرج في السيناريو وتانيا على الاختيار الاختيار السديد دياله للممثلين فاختيار نادية كوندا ويونس بواب كإلا بغينا نقوله ممثلين شباب ودمج أستاذ محمد خيي وسعيدة بعدي وسعيدة بعدي وسعيدة عبدالطيف الشوقي كممثلين يعني أكبر أكبر سنن وأكبر تدريبا ومدرستين وخصوصا أن السي جمال من المجدوب يعني بتعامل معه كانت أعرف بأن تبارك الله عنده واحد إدارة الممثل لأن المخرج كيفما كان ممكن أنه يعطي من شخص يخرج من ممثل يمكن لم يسبق له يعني الوقوف أم الكاميرا يمكن يخرج منه ممثل كبير إذن إدارة الممثل تلعب دور مهم وهذا هذا العامل هذا عن إدارة الممثلين عن الإخراج أنت منتج هذا العمل السينمائي ما الذي يعني أن تكون منتجاً سينمائياً بشكل عام وأن تكون منتجاً سينمائياً في المغرب تحديداً في ظل الواقع السينمائي المغربي نعم أختي زهراء أنا أقولها بكل صوتين عالي لكي تكون منتج سينمائي يجب أن تكون عندك أولاً حب المهنة إذا إذا لم يكن الإنسان يحب هذه المهنة للسينما سيكون في أحد الموقع أو في أحد الموضع الذي محي لماذا؟ لأن الإنتاج السينمائي يتطلب دراية كبيرة بكل مرافق بكل مهنة المرتبطة بالإنتاج السينمائي فأنا كمنتج سينمائي وإبن السينما وإبن الميدان يعني أفضل أفضل يعني الجودة أفضل الجودة على الربح إذن منتج سينمائي يجب أن يكون محباً للمهنة لكي يعطي جودة تكون في مستوى المطلوب طيب تتحدث عن الجودة للمشاهدين الذين يتابعون هذه النشرة الآن ما الذي تود قوله حتى تغريهم ربما بالذهاب إلى السينما لمشاهدة الفيلم وما أحوجنا ربما بالعودة إلى السينما بعد توقف دماء ربما لعامين بسبب الجائحة تماماً هذا الفيلم أختي زهراء يعني عملنا فيه يعني كلنا من تقنيين من ممتلين من مخرج من مونتيج عملنا فيه بكل جهد وعملنا بكل نية يعني باش نحاولوا نعطيه واحد المنتوج اللي هو في المستوى دي المتطلبات دي الجمهور المغربي الفيلم هو مزيج كما قلنا في الأول من إطارة ومن تشويخ ومن قصة ومن بحث قضاء حول جريمة قتل كانت منه وكانت طلب من الجمهور الكريم يحضر يجي يشوف هذا الفيلم إن شاء الله منتج المغربي منتج فيلم إمرأة في الدل عبدالعزيز العدلالي شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك كان هذا آخر مواد النشر في ختامها إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء فيها توافق في المواقف ونتائج عملية يؤكدان نجاح الدورة الثامنة لأشغال اللجنة العليا المشاركة المغربية المدريطانية أثمر الثلاثة عشر اتفاقية في مجالات عدة أزمة روسيا أوكرانيا موسكو تتواعد بسهدف شحنة الأسلحة الموجهة لكييف والأخيرة تكشف إحصائيات جديدة لخسائر الجيش الروسي في تحقيق السبب سلطنا هذا الأسبوع الضوء على كيفية اقتراح المشاريع وكيفية تمويلها والمساطر المتبعة في تنفيذها جهة الدار البيضاء ستات نموذجا حماية القاصرات من الزواج المبكر يمر عبر تحصينهن بتعليمهن المسعى لذلك متواصل والتحسيس أبرز آلياته تابعنا في النشرة روبورتاجا من زاقورا لإعادة مشاهدة النشرة ولمزيد من الأخبار تفضلوا بزيارة موقعنا دوزيم فوا إم آ وتطبيق مي دوزيم على شاشة الأنباء متواصلة بعد هذه النشرة بالأمازيغية أنفسواغ ويكاند مع ودي اعدادة في الثامنة والربع والمسائية يقدمها الحسين الزيك في الثاسعة والربع شكرا على المتابعة إلى اللقاء